أسيس مجدي، يعني أنت بتتكلم عن شروط التلمذة إذا ممكن للي يمكن حالياً ابتدأ يشاهدنا في هذه الفقرة شو هاي الشروط لو حبيت تتعددها هيك بشكل متسلسل؟ شروط التلمذة إن أول حاجة يكون تلميذ خاضع أول شيء له عشان يكون تلميذ يقبل شخصه لما يقبل شخصه بيتحول إلى مؤمن أما كل الذين قبلوه أعطوهم سلطان أن يسيروا أولاد الله يعني هل نحن نحن نحكي عن مؤهلات أه مؤهلات أول حاجة عشان أكون أنا تلميذ لازم نكون قبلت الشخص اللي أنا دعاني وأنا أكون تابع لي بعدها على طول باخد طبيعة جديدة تخليني أفهم كل الأمور الغامدها طبيعة الروحية طبيعة المسيح سكنافية فأول حاجة أنا أبقى التلميذ ليسوع من خلال الولادة الجديدة أما كل الذين قابلوا أعطوا بسلطاننا نسيره أولاد الله أي المؤمنين باسمي الذين أولدوا خدنا أولاده بعد كده على طول بيسكن في روح المسيح بعدها بدي مساحة لروح المسيح يمتلكني ويملاني الامتلاء هو امتلاكي أنا بقرر بأن المسيح يمتلكني تالت حاجة مش بس يمتلكني تالت حاجة بسعى نحو فهم قصد الله أعرف أنت عايز مني أعرف قصد الله من خلال كلمة الله من خلال المكوس إحنا ما عندناش على فكرة يعني الفترة دي اللي كان أيام التلميذ يعني في بعض الناس بتعمل كده لكن نفسي كان شخص يستلم واحد أو مجموعة يعود أنا تربيت في الإيمان كده أنا عرفت المسيح على دين أبونا زكريا بطرس الراجل دوت أول ما إحنا جينا للإيمان ابتدى يتلمزنا يتلمزنا كان عنده مجموعة مكونة من ثمان أفراد هو بيقودهم المجموعة ديت كل واحد فيهم بعد ما خد فترة معينة فيهم كل واحد مسك مجموعة أنا كنت في المجموعة اللي بعد منه كان بيقودني شخص القيادة مش واحد بيديني درس ده كان كل أسبوع يقعد معايا ساعتين خلاف القعدة بتاعت المجموعة يتابعني وبعدين نيجي نشارك مع بعض باللي تعلمناه ضعفاتنا و سقطاتنا و مشاكلنا و حياتنا بنشارك بها بعض بعد كده لما فهمنا حقائق الكتاب وبدأنا نعيشها نمينا وبدأنا نكون ناس فالتلمزة هو أن احنا بنتعلم من بعض عن المسيح المسيح بيعلمني آه لكن في نفس الوقت أقام ناس تعلم ناس أقام قادة يعلمونا انظروا إلى نهاية سيرته نتعلم منهم و نعيش معهم و نفهم منهم ده التلمزة التلمزة دلوقتي هو وعظ على منابر ناس بتسمع و بتحاول تجاهد لكن ما فيش حد بيعد يحتاج كبية يفهمني أعيشه ازاي ينقل روحه للشخص احنا محتاجين ده في الكنايس الكنايس هتنهض وتكبر وتنمو لما الناس تفهم الحق عمليا أنا بصلي من قلبي ان كنايسنا يبقى فيها تنفيذ عملي لناس على فكرة مش شرط ان انت تكون قائد ان تكون تلميز ممكن يكون قائد و ما تعلمش خلي حد تلميز يجي لعلمكم و يكتكم و يشجعكم ولما هتكون تلميز هتعرف ازاي تخضعوا اذا لو ابني بيقود في كنيسة او بنتي انا اخضع لي لان الله اقامه على خدمة اتعلم تخضع للرب حط عليه مسئولية هتكون تلميز شاطر وتعرف ازاي تؤثر في من هو الرب اقامك علي ما حصلنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة